وينضم إلينا من رمالة مرسلنا ضياء حوشية ضياء مرة أخرى تعود الحكومة لمسألة الإغلاقات ضعنا في التفاصيل أكثر والتعاطي أيضا مع هذه القرارات يعني هناك أقرت الحكومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية عدد من الإجراءات إجراءات السلامة من ضمنها لربما عودت الحياة بشكل تدريجي مع البقاء على إغلاق قاعات الأفراح ومنع إقامة الأفراح بصورة مطلقة لكون العراس حسب النطق باسم الداخلية الفلسطينية قال أن 85% من المصابين بفيروس كورونا كانت نتيجة الأفراح في الأراضي الفلسطينية الحكومة الفلسطينية قررت أيضا ربما العودة إلى الدوام ولكن بالتنسيق مع الوزراء والوزرات المختصة لتسهيل وتشغيل الخدمة للفلسطينيين الذين يريدون تلقي تلك الخدمة لكن هذا اليوم 465 إصابة ثلاثة وفيات مجمل الإصابات في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الجائحة تخطى 10 ألاف إصابة فعليا داليا 62 حالة وفاة سجلت في الأراضي الفلسطينية الصعوبة الأكبر التي تواجهها الحكومة في هذه الأوقات هي مناطق سي هناك اعتراف حكومي رسمي من أن لجان الطوارئ لا تقوم ولا تستطيع فرض إجراءات صارمة لمنع الحركة ومنع انتشار هذا الفيروس ولكن الحكومة بدأت بتطبيق سلسلة من المخالفات بحق المخالفين لتلك الإجراءات الحكومية قال بأن لجان الطوارئ لا تستطيع العمل ولا تستطيع فرض أي شيء في مناطق سي وهذا طبعا ما يعيق عمل الحكومة وهو ما يزيد انتشار الفيروس في مختلف الأراضي الفلسطينية ربما بعض التقديرات تقول بأن الفيروس سيشتد حسب تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية قال بأن الفيروس سيشتد مع بداية فصل الشتاء وهذا طبعا سيكون أكثر فتكا في مختلف الأراضي الفلسطينية الأمور في المدن الفلسطينية عادت لربما إلى طبيعتها نوعا ما مع التجديد في الإجراءات مع التجديد في القيود حركة المركبات أيضا متواصلة ولكن مع تقييد منع التنقل بين المدن الفلسطينية هناك الحواجز الفلسطينية الأمنية لازالت على حالها تقوم بفرض وتجديد في المرور والحركة ولكن الحكومة أقرت بأن كل المناطق التي سجلت فيها إصابات هي مناطق موبوءة يمنع الحركة فيها ويمنع التنقل ما بين المدن والقرى الفلسطينية شكرا ناضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة